النهاردة هنبص على حاجة مهمة حاجة المفروض ان هي من سنن الحياة بس بتزعجنا قوي ازاي حاجة من سنن الحياة ولما تحصل تزعجنا قوي بعض الازواج بيكون عندهم تحدي التغير بعد الزواج يعني ايه اكتر حاجة مشكلة ساعات بتحصل بعد الجواز ان يجي المتزوجين حديث العهد بالزواج وكمان بيحصل في فترات كتيرة في الزواج تيجي الست تقول والله انا كأني اتجاوزت حد تاني وهو يقول ايه ده انا اكتشفتها على حقيقتها مش هي دي اللي انها اتجاوزتها ده هي تغيرت انا حاسس بغربة بيني وبينها فاللي بيخليهم يشعروا بالغربة بينهم وبين بعض هو شعور وكأنهم شافوا حاجات ما كانوش شايفينها قبل كده في فترة الخطوبة وممكن الازواج يعيشوا مع بعض السنوات طويلة جدا ويفضلوا حاسين بغربة غربة تخلي كل واحد في جزيرة منفصل عن التاني تخلي كل واحد حاسس ان هو ده ما صار وده ما صار وما يحصلش بينهم اي نوع من انواع التطبيع والغرباء دايما بيتشاكسه او بيتشاكسه مشاكسة صامتة اللي هو ان احنا بنسميه العنف الصامت اللي هو التجاهل والابتعاد والاغتراب يوم بعد يوم في الحالات اللي زي دي ممكن تكون فترة الخطوبة السبب ان فترة الخطوبة كانت قصيرة لذلك معرفوش بعض وعشان كده بيفجئوا بالشخصية الجديدة عصد احنا عندنا كل واحد عنده شخصيتين شخصية عقلية كده بيتصور بيها نفسه وشخصية حياتية بيمارس بيها معلش انا اسف زي واحد متصور ان هو ما شاء الله عنده لباقة وعنده ايتيكيت وعنده جمال لكن هو بينام بشخر فتفاجأ به فانه معرفوش يا مش متصورة انه هو ممكن يكون بيعمل ده بينام في النور وهي بتحب تنام في الضلم شوية حاجات او حصل له تغير بقى عصبي وهو ما كانش عصبي ده كان اية من ايات الله ده كان امر ما كانش ابدا بتطلع العبا من بق ايه اللي بيحصل له ايه ايه التعامل العنيف اللي حصل له ده هي ايه اللي خلاها كده وكأنه ايه اللي حصل انها يتبذلت ده كانت رقيقة وما كان ايه التغير اللي حصل ده انا حاسس انها ويبدأ كل واحد فيه ميهرب من التاني ويبدأ كل واحد يهرب من التاني وعشان كده لازم نقول ننبه على ان فترة الخطوبة فترة مهمة لسببين ان انا بكتشف فيها شرك الحياة وان انا بطبع معاه بيقولوا اي الناس بتندمج واي حتى فريق بيتكون بيمر باربع مراحل هم حتى بيسموها كده في علم الادارة يقولوا ايه المرحلة الاولى مرحلة الخطوبة كل واحد فينا بيطلع احسن ما فيه مرحلة التانية مرحلة الصدام نبتدي بقى ايه نخبط في بعض كل ما الناس كانت نتجة كل ما مرحلة الصدام والسراع دي نتجاوزها بسرعة بعد كده مرحلة التطبيع كل واحد فينا بيعرف يفدي التاني بايه كل واحد يعرف مركز كل واحد فنبتدي نطبع نبتدي بقى ايه نقرب من بعض ونبتدي نتعامل مع بعض المرحلة الرابعة مرحلة الانجاز وعشان كده لو فترة الخطوبة ما كانتش بتقوم بدورها كويس وما خلصتناش من فترة الصراع والصدام وخلتنا نطبع على بعض هيفضل الصراع حتى لو الصراع ده الصراع صامد التغير عن الصورة اللي انا عارفها في الخطوبة بيحمل لنا غربة وبيخلي الناس بعيدة عن بعض ولزيك حدث النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يأكد للسيدة عائشة ان هو يعرف يقول لها اني لا اعرف متى تكون عني راضية ومتى تكون عني صاخط مع كون الكلام فيه صخت لكن السيدة عائشة السيدة عائشة ترتاح رضي الله عنه فتروح معبرة عن حبها للرسول الله فتقول له والله لا اهجر الا اسمك يا رسول الله ايه ده يبقى احنا لازم نعرف ان التغير ده بيحصل لأسباب كتيرة من الاسباب الكتيرة اللي بيحصل لسبابها التغير ان يكون فيه سقف توقعات عالية في الجواز فما يحصلش ما تحشلش التوقعات اللي احنا عايزينها دي فيحصل ان احنا نشوف حد تاني غير اللي احنا كنا متوقعونه وخاصة عند الرجل اللي بيتزوج وهو معتقد ان هو هيدخل الجنة بقى هيدخل الجواز ده ده الجنة فعيلاقي امرأة من الحور جميلة ولطيفة فما بيتنكسش شعرها فهو يفاجأ بان فيه حد تاني او ان هي ما بتتعصبش لما حد ينرفزها او ان هو لو اختلفوا انه ممكن يحصل لها حاجة فتنرفز وهي نفس الحكاية هي متصورة انها هتفضل هي مع الفارس اللي بيحميها واللي دايما هو امانها فلما يتعصب عليها تقول انت تغيرت انت حد تاني ويفضل انت حد تاني دي ويفضل انا شوفت حد تاني دي عنده وعندها تتراكم 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 وتزيد المسافة وتزيد الهوة وممكن يجوني السبب ان الشخص اللي تغير ممكن يكون هو رمي راح يتجوز استفرق كل جهده وحتى استفرق كل مشاعره على فكرة يعني المشاعر والعواطف كانت موجودة في الخطوبة لدرجة ان هو ما بقاش حاسس ان هو خلاص ما احنا كنا عاملين كل المشاعر دي والمحبة واللطافة دي عشان نتجوز وتجوزنا وخلاص فيتغير فيحس ان هو ما بقاش عنده طاقة بيحصل للناس كتير بيحصل للناس كتير فقد ما يسمى فقد الطاقة الزواجية ما يبقاش عنده طاقة وعشان كده حاطت النبي زي ما كان بيقول جددوا ايمانكم بلا اله الا الله احنا عايزين نجدد زواجنا بلا اله الا الله ان احنا نعرف ان الجواز احنا مش في الجواز بنعيش بنفسنا لا الله سبحانه وتعالى واجعل بينكم مودة ورحمة نحن نعيش بمدد الله السبب التالت في التغير والملل بنعمل نفس الترتيب ونفس السيناريو كل يوم بنعمله فيحصل ملل وساعات يكون السبب في التغير ده والغربة دي شعوري لانسان ان الزواج ده خسران انا انا دخلت شركة والشركة تلعت خسرانة فيتعامل بقى معها ايه انا منستني لغاية ما نفلس منستني لغاية ما نجيب اخرنا فيتعامل مع الزواج على انه بيزنس وفجأة خلاص احنا مفروض كنا نفط الشركة دي فاحنا ماشيين بقى ايه بالقصور الذاتي فهي تقوله انت تغيرت كده دي مش انت اللي انت كنت متجاوزه وهو يقولها نفس الكلام والتغير ممكن يكون بسبب اشياء طرقة زي الحالة المادية مثلا او فقدان وظيفة كل ده بيكون اسباب التغير وعشان كده لازم شريك الحياة بقى يقعد مع نفسه كده ويشوف هو فعلا التغير اللي حصل لشريك حياته ده اللي بيسميه انه هو تغير هو حصل لأسباب موضوعية ولا حصل بلا سبب لانه ممكن يكون على فكرة التغير ده سبب وحاجة تاني ان فيه طرف تالت بيشاور من بر ممكن ده يكون سبب والتغير ويعمل غربة كمان ما بين الزوجين ويبتدي الست تقول للزوج على فكرة انت بتديت تتصياد للاخطاء انت مكنتش بتعمل كده انت كنت زمان بتتجاوز هو ايه الحكاية انت واقفلي على الوحدة ليه اه بتلقط ايه عندها حساس وبتلقط الكلام ده وهو كمان يقول لأ انت تغيرتي هو ايه اللي حصل هو انا ما بقتش بالنسبالك الزوج اللي مالي عنكي ليه فيحصل الغربة دي ولما مش بيحصل تطبيع ما بين الزوجين ويحصل ده بيحصل عندنا سنائية الزوج المتسلط ساعة بقى يبقى يتسلط هو بقى ما عايزين يدقى والمسألة دي فيتسلط هو وهي تتمرد عليه في ايه اللي يحصل فتحصل انفعالاته عصبية وممكن يحصل عنف وهنا بقى بيظهر ساعة الضرب بتقول ما كانش ده ما كانش يقول لي كلمة وحشة ده وصل للحال ان هو يضربني احنا هنا مش بنبرر الضرب الضرب عندي كبيرة وجريمة لكن ايه اللي حصل بيكون ده حبارة عن محاولة لسد الفجوة وساعة بيكون كل واحد لما بيمارس العصبية بيحاول يفوق الطرف الاخر انت تغيرتي ليه عايز يسأله السؤال ده وساعة بيسأله السؤال ده وممكن هي تبتدي تشتكي بقى تبتدي تشتكي اهله وهو يشتكي اهله والخلافات تخرج برا البيت والدائرة توسع 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 حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه حد اقرم منه خلقا وما كانش فيه حد اطيب منه وفيش حد ارأي منه ولا حد عنده قلب حنين زي قلب حضرة النبي وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما حبش انه هو يعمل خلاف ما بينه وبين زوجاته لكن السيدة عائشة وزوجاته اخدوا مواقف من حضرته صلى الله عليه وسلم ووصل الخلاف انه هو يطلب حد يدخل كمان عشان يصلح ما بينهم زي ما طلب سيدنا او بكر عشان يصلح ما بينه وبين السيدة عائشة اللي حاصل ان فيه تغيرات بتحصل فيه تغيرات بتحصل بس مش لازم عشان التغيرات اللي تحصل يبقى فيه حد غلطان ممكن يكون الحياة غيرتنا الحياة عملت حدث في قلوبنا لازم ننتبه اليه طيب لما يحصل التغير ودهات اللي لازم نعمل ايه لازم نعمل شوية اجراءات احنا في وقت الناس كتير هتتغير وناس كتير هتتميل الى السكات وناس كتير هتتميل الى الكآبة وناس كتير هتتميل الى الوجع وناس كتير هتتميل الى الشكوى وناس كتير هتحاول تنفس تنفس عن نفسها في شريك حياتها كل الإجراءات دي لازم نقف قصادها ولازم نتعامل معها بحكمة أول حاجة لازم نعملها لازم لما نشوف شريك الحياة اتغير لازم نجلس جلسة موسعة جلسة بنقول فيها سؤال بكل وضوح أنا بحبك ونفسي أفضل طول الوقت داعمة ليك وأنا عايز أعرف إيه اللي أنا ممكن أعمله عشان أنت ترتاح هو دا المدخل مش المدخل بتعشيك الحياة أنت تغيرت وأنا مش عارف أنت تغيرت ليه وتغيرك دا ما لوش سبب وعلى فكرة أنت كده بتأزيني وأنت كده بتوجعني وأنت بتقلمني وهو ما ينفعش يقول نفس الكلام دا أنت تغيرت وأنا مش عارف أستحملك لغاية إمتى وأنا مش عارف أنا على إيها منين ولا منين كل الكلام دا لازم يوقف لأ إحنا نروح إحنا بنحبك يبقى عندنا تلت أفكار أساسية بتتألف الجلسة دي أنا بحبك أنا بحبك أنا عايز دايما نكون في توافق أنا أقدر أساعدك في إيه عشان التغير اللي حصل لك دا ما يأثرش على علاقتنا لما يحس الشخص اللي قدامي إنه هو هنا هيبتدي يفطفض هيبتدي يقول أقول لكم حاجة أوقات كتيرة اللي يتغير ساعات ما بيبقاش عارف يتغير ليه لما بيلاقي حد من ساعات مستعد يسمعه آه يبقى تاني حاجة لازم نعملها لازم نفتح بابة الاستماع والإنصاط الناس اللي تغيروا ساعات بيبقوا حاسين إن الكلام مالوش فايدة وإن هو يتغير ويعيش بفرده دا هو دا الحل الوحيد اتكلموا مع بعض لما يحصل التغير دا لو سمحت اتكلم طب هو لو ما تكلمش وهي لو ما تكلمتش وتغيروا لو سمحتوا مش هقول لكم اضغطوا عليها عشان اتكلموا أمنوهم ولما يتكلموا يسمعوهم لإن هو لما بيجي يتكلم وهو متغير أول تلاتين ثانية وأول ستين ثانية اللي هي أول دقيقة بتبقى مهمة قوي لازم أنت وبتسمعه وتبتسم فوشه لأنه أول ما هيتكلم لو حصل أي رد فعلي مش مناسب هيتوقف وإحنا عايزين نتكلم عايزين نعرف تغير ليه الأمر الثاني لما هو يقولك أنه تغير لسبب هو بيتهمك فيه أو هي بتتهمك فيه ما تسارعش بالرفض لكن سارع بشيء مهم أن أنت تعالى وقول طيب أنا الكلام ده أنا مش حاسس به أعمل إيه أنت في رأيك أعمل إيه السؤال بقى يجي دور السؤال يجي دور السؤال اللي هو إيه أسأل طب إنت في رأيك أنا أعمل إيه عشان ما يحصلش الأسر السلب اللي في قلبك اللي خلاك تغير أنا دلوقتي ما بقيتش ههتم بيك طب إنت في رأيك إيه اللي أنا ممكن أعمله ويخليك حاسس أن أنا بهتم بيك يقول لها لو سمحت لما أرجع للبيت فرغي لي نفسك وإسماعيل للمدة نص ساعة وبعد كده أعمل اللي أنت عايزاه أنا محتاج حد يسمعني أنا محتاج أكلم حد أنا الشغل بقى تقيل علي أنا محتاج أتشاور معاك فتسمعه وتعمل اللي هو بيقولها عليه وهو كمان يعمل اللي هي بتقوله عليه عشان نقرب من بعد الحاجة اللي بعد كده وهي الحاجة الرابعة طب إفرد إحنا ما كناش قادرين نعرف التغير ده حصل إيه أكيد لازم نروح للخبرة ونروح لحد عشان يحللنا مشكلتنا ونخرج برأي الخبير ده من مأزقنا بسلام وأمان الأربع حاجات اللي احنا عملناهم دولا مهمين جدا جدا في التعاون مع التغيرات بس أهم حاجة لازم أقولها لكم محدش يسيب تغير عند شريك حياته يقول هو متعكر المزاج وهيتغير وهيتحسن لوحده أهم فترة ممكن تكون فيها جنب في شريك حياتك لما يتغير لما يتغير لأنه هو إما شايل حاجة تقيلة أو أنه هو ابتدى يحس أن فيه فجوة بينك وبينه أو أنه هو حاسس أنه ما بقاش فيه فايدة وده كله بيستدعي أن أنت تسارع وتبادر الأوادز اللي زي دي أي حد بيقرب من شريك حياته بيحفر حبه في قلبه لأنه ساعات كتيرة بيبقى مش عايز التغير ده وساعات كتيرة التغير ده بيكون تغير في تحدي القيم وأخلاقه فلما تقرب منه ساعتها عتكون عونا له على نفس الأمارة بالسوق وعلى شطانه لكن لو سبته ولو سبتها أكيد ممكن يحصل أشياء لا يحمد عقبها أقلها أنه يبقى فيه احتواء بديل خارج الأسرة لو سمحتوا تعالوا نتفق وتعالوا نتواصل أنه محدش فينا إذا حصل تغير في شريك حياته يسيبه وخاصة لو كان للتغير ده عند الزوجة لازم نسارع عشان هو ساعتها بيكون بيتكوي وساعت بيبقى يتألم في صمت لكن هو بيقرر أنه يغير من نمط حياته لعل تغيير نمط حياته ده يكون هو سبب من أسباب مدوات جروحه وآلامه الأربع حاجات اللي احنا قلناهم دول هيساعدونا كتير على أن احنا نتجاوز المرحلة دي مبدرة بالكلام طرح سؤال إنصاط ما قدرناش نوصل لحاجة لازم نروح لخبير و لابد يحصل التعديل عشان يفضل البيت مليء بنظر الجميل سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر